اذا ننتقل اخيرا الى مواقع التواصل الاجتماعي ما يزال الجميع مشغولا بمونديال كأس العالم المقام حاليا في البرازيل حيث لم تنضي دقيقة واحدة على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بدون ذكر خبر او تعليق او مشاركة حول المونديال بالامس كان للعب الارجنتيني ليونيل ميسي حصة الاسد من تفاعلات نشطاء هذه المواقع وتحديدا بعد انتهاء مباراة الارجنتين مع ايران والتي انتهت بهدف يتيم للارجنتين عن طريق ليونيل ميسي الذي حصد لقب رجل مباراة ليشعل المشطاء مشاركاتهم وتغريداتهم حول النجم الارجنتيني محمد عواد نسب الانتصار في ليلة امس لميسي حيث غرد قائلا ميسي فعلها لوحده الارجنتين تعادلت لكن ليونيل انتصر الصحفي نضال منصور ابدأ عدم رضاهي عن المنتخب الارجنتيني حتى لو معهم ليونيل حيث قال ايضا اذا كان هذا هو مستوى منتخب الارجنتين مثلما لعبوا مع ايران فالمؤكد انهم لن يضفروا بكأس العالم حتى لو كان معهم ميسي بيان خالد كانت مسحورة باداء ميسي وابدت اعجابها به على طريقتها الخاصة حيث قالت لقد سحرتني بادائك راقي في حضورك تائر كما جفارة واصطوري كما كل القارة اللاتينية وسائل الاعلام العالمية التي نامت بالامس على اخبار هدف ليونيل ميسي استيقظت صباح اليوم على صورته التي وضعها على حسابه الشخصي على الانستجرام مع طفله تياغو ليعود النجم الارجنتيني ويثبت انه العنوان الاهم في وسائل الاعلام العالمية ليلا ونهارا